بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم متابعين العزاء اتمنى ان انتم تنشروا الفيديو ده على اوصع نطاق علشان يوصل لكل الناس حجمة دموية وهمجية من اليهود والصهينة على قطاع جزة قتل للابرياء من الاطفال والنساء وخصف للمدنيين محاولة لتركية قطاع جزة حصار كامل لقطاع جزة القطاع من غير ادوية ولا اغزية ولا مية ولا كهربة في محاولة بائسة من العدو لتركية اهل غزة والتهجيرهم والتهويد القضية الفلسطينية اللي بيفرضوا علينا الواقع دلوق علشان نتحمل مسؤوليتنا امام الله عز وجل وامام ضميرنا وانسانيتنا ان يتم كسر الحصار على قطاع غزة لابد ان يكون في موقف عربي واسلامي موحد من كل الدول العربية والاسلامية ان هي تقدم الاغذية والادوية للشعب الفلسطيني وخاصة لقطاع غزة وان هما يمدوا قطاع غزة بالكهربة علشان نقدر نكسر الحصار المفروض على غزة ونفوت على العدو محاولة تركية اهل غزة لابد ان يكون لنا موقف عربي موحد وموقف اسلامي موحد تجاه القضية الفلسطينية ودعم اخواننا في قطاع غزة زي ما الامريكان والغرب وكل الدول الغربية بتدعم اليهود والصحينة وبيدعمهم بالسلاح لابد ان احنا يكون لنا موقف مع العدو موقف فعلا يخلده التاريخ موقف يظل تتفاخر به العجيان ان الدول العربية والاسلامية لان تتخلى لحظة عن القضية الفلسطينية ولان تتخلى عن الشعب الفلسطيني اما عن الموقف الداخلي الفلسطيني لابد ان الناس تتحمل مسؤوليتها امام الله عز وجل في الصراع مع اليهود والصحينة وخصوصا في الضفة الغربية وفي القدس لابد ان احنا نوسع من المواجهات مع العدو علشان نقدر نشتته عن قطاع غزة ونكسر حدة الهجم الشرسة دي على قطاع غزة لابد ان الناس تخروا في الضفة الغربية وفي القدس وحماس اعلنت النفير العام يوم الجمعة القادم فلابد ان اخواننا الفلسطينيين في الضفة والقدس يبنوا موقف قوي وحاسن ويوسعوا من رقعة الصراع مع العدو علشان يشتتوه عن قطاع غزة لابد ان الفصائل الفلسطينية المقامة تتوحد ويكون لها موقف قوي بعض الفصائل لحد الآن ليس لها موقف في الصراع مع اليهود والصحينة وبسيبين غزة للأسف في ساحة الصراع الوحدية وسيبين حماس للأسف ضحية للصراع مع الصحينة لابد ان الفصائل المقاومة الفلسطينية تتوحد الآن وتتحمل مسؤوليتها امام الله عز وجل وتقاوم العدو لان دي فرصة ذهبية ان احنا نكسر شوكة العدو ونتغلب عليه ونعلن ان دي بداية تحرير فلسطين الحقيقية ان هذا الجيل هو اللي هيتوحد ويحرر ارض فلسطين اما على المستوى الشعبي فلقد علند حماس ان الجمعة القادمة يكون يوم النفير العالم لابد ان الجماهير في كل الشعوب تخرج للشوارع تندد بالهبمة الشرسة على قطاع غزة وتعلنها صريحة ان احنا كلنا مستعدين ان احنا ندافع عن القضية الفلسطينية بعروحنا واعمالنا ولابد ان تكون رسالة واضحة زي ما بالغرب والامريكان بيقدموا رسالة واضحة ان هم بيساعدوا الصهينة واليهود في صراحهم مع اهلنا في فلسطين لابد ان احنا ندعم اهلنا في فلسطين وفي غزة وان احنا معاهم في الصراع وان احنا في خندق واحد اتمنى الرسالة دي توصل لكل الناس لان هو ده اللي بيفرضه علينا فرض الواقع لابد ان احنا نتحمل مسؤوليتنا امام الله ننقذ قطاع غزة من العبادة ننقذ القضية الفلسطينية من التهويت وان هم يهجروا اخواننا في غزة ويصبح الصراع في صالح الصهينة واليهود لابد ان يكون الصراع في صالحنا ان شاء الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ان كانوا بيمكروا بالشعب الفلسطيني عشان يهوضوا القضية الفلسطينية فلابد ان احنا ندافع بكل شراسة عن القضية الفلسطينية علشان تفضل حية في القلوب ونحرر القدس ونصلي في الاقصى ان شاء الله اتمنى الرسالة توصل لكل الناس واتمنى ان انتم ما تنسوش تدعو الاخوانكم في غزة ان ربنا يسبتهم ويانصروا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.